عقدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد ووزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي أول اجتماعا موسع وذلك للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالتعاون والتنصيق بين الوزارتين فيما يتعلق بكافة ترتيبات استعدادات استضافة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27 وأشرت وزيرة البيئة إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز فيديوهات مصورة تقدم نبزة مختصرة للزائرين عن المؤتمر التي سيتم عرضها من خلال الشاشات الموجودة بصلاة المطارات وأخرى ستعرض أعلى متن الطائرات وأشار وزير الطيران المدني إلى أهمية اللقاءات التنصيقية الدائمة بين الوزارتين مشيدا بالجهود التي تبزلها فرق العمل المشتركة من الجانبين لافتا إلى الدور الهام للجنة التي تم تشكيلها من قبل وزارة الطيران بشأن متابعة التنظيم وأستعدادات المطارات بما يسهم في خدمة المشاركين في المؤتمر